أهلاً وسهلاً بكل مشاهدينا الكرام نبدأ في الرد على أسئلة الأستاذ عبد الرحيم بالنسبة لأخيه المتوفى ووالده المتوفى هو عايز يعمل لهم ختمة فيعمل الاتنين سوى ولا يعمل لكل واحد لوحده وهل قراءة الفاتحة تصل للمتوفى؟ كل ذلك يصل قراءة القرآن الكريم يصل بإذن الله ثوابها للمتوفى سواء بالإفراد أنك كل واحد هتقرله لوحده على حدة أو بالتشريك أنك تقول يعني اللهم هب مثل ثواب ما قرأت إلى أبي وأخي أنك تشركهم الاتنين والثواب يصل للأموات يا سيدي الفاضل على ثواب قراءة القرآن يصل على قول السادة الحنفية والحنابلة وبالدعاء على مذهب الشافعية يعني الشافعية يقولك بعدما تقرأ كده تقول صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم هب مثل ثواب ما قرأت إلى أبي وإلى أخي وإلى أرواح أموتنا من المسلمين فما فيش مشكلة إن أفردت أو إن جمعت بين الاتنين شكرا